العالم يتطلع لإحلال السلام في اليمن يقول مسؤولا أممي خلال مغادرته مطار صنعاء الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي مؤكدا على أن الأمم المتحدة مستمرة في مساعدة اليمن حتى استعادة عافيتها الاقتصادية والمضي بها نحو مستقبل آمن حديث المسؤول الأممي والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أتى بعد زيارة لليمن بهدف للطلاع على الوضع الإنساني الذي تحدث التقارير الأممية عن وصوله حد المجاعة لكن هذا المسؤول لم يوضح طبيعة الآلية التي ستنقل اليمن إلى مرحلة التعافي فبالتزامن مع هذه الزيارة الأممية قالت الأمم المتحدة إن سوء التغذية لا يزال يؤثر بشكل هائل على ملايين اليمنيين وحذرت في تقرير لمفوضيتها السامية بأن الأطفال هم المتضرر الأكبر من سوء التغذية الذي يتسع بشكل كبير في ظل تدهور المنظمة الصحية تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكد على أن سوء التغذية ينتشر أيضا في مخيمات النازحين وهي المخيمات التي تعاني من مشاكل صحية وغذائية ورصد التقرير أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح من مارس 2015 مشيرا إلى وجود أكثر من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة شكرا